قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم بتواجد سيدة نوردين توتي رئيس فرع كرة القدم بهذا الفريق إذن فريق الأمن الوطني لسيدات يتوج لأول مرة بيا سيدة الكأس كأس الجمهورية يعني إنجاز كبير بالنسبة لهذا الفريق حديث النشأة لعنده ربما ثلاث سنوات فقط منذ تأسيسه بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الاستضافة المباركة وهذا المرة الأولى وإن الكأس زارت قناة إخبائية الله يبارك هذا شرف عظيم بالنسبة لنا يعني وش تعلقنا يعني على التتويج التتويج هذا الفريق كما قلت دركا عنده ثلاث سنوات من تأسيسه وهذا بفضل اللعبات وبفضل المسيرين وبفضل المسؤولين تاع الأمن الوطني وعلى رأس يوم سيدة اليواء مدير العام للأمن الوطني نعم يعني هذا التتويج يعني جاء يعني بفضل مجهودات ربما جبارة كنتم يعني قد قمتم بها رفقة يعني اللعبات أكيد أكيد للعبات احنا كل صباح وما في الملعب وما عندهمش وقت للراحة تحهم أكثر من هاد أكثر من العمل اللي يرام يعملوه طوال المشوار هذا طوال ثلاث سنوات وحنا على بالكم باللعبات موظيفات وكان عندهم عندهم غير ثلاثين يوم تاع الراحة تحهم وبعد يعودون للتدريب وكل أسبوع عندهم مقابلات ما عندهم جاء الراحة على هذه والتتويج هذا جاء بالعامل تاع اللعبات والتقم المسير تاع التقنية يعني سيدة توتي يعني ربما قبل المباراة يعني مكتوش متخوفين يعني من خبرة المنافس يعني ليوصل للنهائي كأس الجمهورية أربع مرات ربما ما سعفوش الحظ أنه يتوج بهذا الطبع بهذا الكأس يعني لمدة أربع يعني الأربع مرات يوصل النهائي يوم يتوج يعني فريق عنده خبرة فريق ويام قسنطينا أكيد أكيد أحنا كنا نسنعو على هاد المرضو بتاعنا البارابور لا فينا الهادية فريق قسنطينا عنده تجربة أكثر وهما فريق متكامل عنده تقم فيني السيدة فرتول واندارت عام الجبار طيل سنوات مع هاد الفريق وهما هدوش أربع مرات على التوالي بين قوة الفريق والاستقرار انتحهم نعم يعني ربما يعني بالنظر يعني الخصوصية المنافس اللي كما قلنا كان عنده خبرة أكثر منكم يعني ربما كان تحذيركم من جانب النفسي أكثر منه يعني من جانب البدني قبل هذا النهائي ماذا النهائي؟ أكيد احنا خلاص الشمبيونات خلاصة ويش تقمن فيني يقدر يدير غير لو كان يبازي على على الكوتي بسيكولوجيك وبهذا الشيء نحن عندنا بسيكولوج اللي كانت معنا في طارب بوصن تعنا وكانت تعمل وتحكم الفتيات واللعبات كانت تحكمهم وغير على الكوتي بسيكولوجيك هاده 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 بسك ما عندك شو تزيد لهم في التكنيك في آخر سنة يعني العامل النفسي كان عنصر فعال في تتويج الفريق؟ أكيد نعم يعني بالحديث عن حضوظكم هل كنتم تؤمنون بحضوظكم في التتويج؟ الحضوظ أنا باش ما نقدبش عليك كانت خمسين خمسين بالمئة يسلحنا بسيكولوجيك هاده نحن نحن في المرتبة الثانية وهو منى في المطابة الرابعة بسحنا على بلا باللي فارق القسنتينقى قوي قوي وعلى التجريبة هذا التجربة الغنجيو كان في التجربة هذا في التجربة وعلى بل ما رفهم مع الإعلام مع الإزوطوريتي كانوا متحضرين لهذا الشيء وهنا التخوف كان في هذا الشيء في هذا الجانب الذي كان التخوف سيد تواتي بالحديث عن الفريق ثلاث سنوات فقط منذ نشأته يحتل المركز الثاني في البطولة الوطنية وصل إلى نهاية كأس الجمهورية وتوج بالكأس شيء كبير بالنسبة للفريق حديث النشأ نعم لا يوجد سكري في الرياضة السكري الذي كان هو العمل هو العمل والاستقرار هذا وشه نحن لتسنوات نعمل والمدير العام نجعل وسائل نعم نحن في الجزائر نحن نجعل إمكانيات في التدريب ولا في لا ريكوپيراسيون ولا في النقل ولا في المسكن ولا هذه اللي دارت لديفيرنس بيننا نحن ونوتر كلاب هل يعني تتوجب بكأس الجمهورية كان من بين أهداف هذا الندي قبل بداية الموسم نحن قبل مدد نحن كنا نكتنا ربما يعني تكلم لي على الأهداف يعني اللي كانت مسطرة يعني الأهداف اللي كانت مسطرة نحن كنا كل يوم نقولوا باش نديرو باش الكلب يبي بروغريسي كنا ندربو عرب يفوت بروغريسي من العام نقول لك العام الأول اللي لعبناه في القاسم من الأول كلاسينا في مرتب الثالث وطحناه في النصف نهائي وهذا العام كلاسينا تاني وطحناه بالعامل نحن ما كنا نقولوا راح ندول لكنا نشوفوا أسكن بروغريسي وأسكن نظنصي في العامل اللي بتاعنا ولا بنا كي نظنصي بالعامل اللقب يجي وحده ما كنا نخموه بزاف على اللقب على كنا نكونوا مجموعة يعني على العموم الفريق حقق هدف من هدفه هذا المجر نعم وتتويجه بكاس الجمهورية واحتلاله المركز الثاني في البطولة فارق نقطتين فقط على فريق غليزان متوج بالبطولة هكذا نعم أكيد هذا هو صحنا أنا الهدف التاعي أنا واش كنت نقول اللعبات احنا قبل من من نهائي قلت لما أنا كسبت أنا الهدف التاعي ندار واصل كسبت من جموعة الفتيات كسبتهم عندنا جروب صوليد هذا هو الصح في الفريق يزم يكون جروب سودي ويكون محباب اللعبات ويتكون هذا هو الوبجيكتيف وهذا جبت نعم وهو كذلك سيد وتي فقط قبل أن نستكمل الحديث زميلي بلال لباسا نعرج على تصريح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة والذي أكد بأن المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات سيعود إلى المنافسة بعد توقيفه في الفترة السابقة ويشارك وسيشارك قول في تصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا نهاية السنة الجارية وأكد روراوة في تصريحه الذي خص به تلفزيون النهار أكد أن الفاف كونت منتخب لأقل من 20 عاما سيدات وسيشارك فيها تصفيات المؤهلة لكأس العالم مثل ما يبرز للزميلة خوله نصور الآن في الأسبوع القليلة المقبلة يبدأ يحضر الفريق النسوي أقل من 20 سنة لتصفيات كاس العالم المتاخب الأول المتاخب الأول الآن حتى نهاية 2015 وبدأة 2016 لتصفيات كاس في القيال الأمم وإن شاء الله سيكون تصريح إذن كان هذا تصريح لرئيس الفاف محمد روراوة بشأن كرة القدم النسوية سيدة واتي سيد محمد روراوة تكلم في تصريحه وقال بأنه سيعطي الفرصة مرة أخرى للمنتخب الوطني للسيدات ويعني راح يعود يدمج ربما في المستقبل القريب كرة القدم النسوية في يعني تكون عندها فرص في التواجد على ساحة رياضية في الجزائر ربما هل ترى بأنه هذا القرار من شأنه أن يبعث كرة القدم أو يبعث مشوار كرة القدم النسوية من جديد نعم تصريح هذا هنا نوري جوي بسكرة لا شيء يمتحافظ البنات باش يكملوا يوعد لهم هدف تقول كان نعم في النادي تياي بسكرة مقابل ما عنديش فريق وطني مكان يبقى ديش يانس بالتصريح هذا السيدة روراو هذا يبقى تحافظ حاجة مليحة وقبل من هذا الشيء تأسس فريق تحت 17 سنة تحت الفريق الوطني وزادوا دار تحت 20 سنة ودوك هذو الأكابر هذي حاجة مليحة يعني لتذكير بركة زميلية بلال رئيس الفاف محمد روراو كان جمد نشاط كرة القدم النسوية بعد النتائج السلبية اللي ربما حققها المنتخب الوطني في دورة ناميبيا اللي أقصية في دور الأول وانهزم يعني في ثلاث مباراية متتالية يعني سلبية النتائج المباراية اللي حققها أو اللي نعم وهو كذلك اليوم ربما لدينا فرق متكاملة لسوية حسيثا ما شاهدناه فرق الأمن وفريق الأمن الوطني كذلك بالنسبة لأم قسنطين الفريق محترم وكذلك بالنسبة لفريق غلزان يعني اللي توج بالبطولة نعم أنا ما هذيك الإشاك تعليكيب نصران لما نشوفوش إشاك ما نشوفوش علش من شوفوش إشاك بسكو ما كانش لليزيشيانس في الفرق في النوادي ما عندناش بطولات غير بطولة الوطنية ما ما تحكوش مع فرق في العربية ولا مغاربية ولا لا ناكت السلسفار قالوا كاريمون النسوية في الجزائر مشاكل عدة مشاكل البرنامجة مشاكل ما كانش لليزيكول في النوادي ما كانش لنفرص الكتير عند النوادي كل فريق يصيب صعوبات في البلد يتنتحم على هاد شي ليتعطل شوية ليتعطل لبروغريسان تعليزيكيب ما كان حاجة يتفرح كان الفوتبول في مينا راوي الديفلوبا راوي الديفلوبا ما قلوش يقولوا بلي راهو ضعيف بسكور راهو في إنشاء عنده 15-20 سنة مقارنة مع الفريق الدوكور اللي عنده 60 سنة يعني لو نتكلم على طبيعة المجتمع الجزائري ما توجدوش صعوبات من هذه النحية يعني مرآة مارس كورة القدم يعني ما صبنا الصعوبات لا ما صبنا الصعوبات وكنترار كي تشوف الخارطة تعالجزائر كل ولاية عندها فارق ولا زوج فرق تشوف في بيجاة وقل عندهم ست فرق في وهران كاين في الصحرا كاين في الوسط الجزائر كاين يتقبلوها بدون عقدة بدون ما هي ربما الكلمة التي توجه الفيدرالية الوطنية لكورة القدم ما هي الإجراءات التي تتمنوا أن تتخذ في القريب يعني ليتم تطوير هذه أو رياضة كورة القدم النسوية في الجزائر في هذا شأن الفيدرالية دارت لوجنات كورة القدم النسوية لترأسها السيدة فرتول المدربة وقام قسنطينة وهنا عضو في اللوجنا هذه اللوجنا تخدم على تطوير كورة القدم النسوية كان برنامج من أمر من رئيس الفيدرالية محمد راوراو اللوجنا هذه أخدموا ونرنم وراكم وراكين عمل اللي رح تندير في هذه الأسابيع والأشهر القادمة إذن نحن بدورنا نهنئ فريق الأمن الوطني على هذا التتويج تتويج الأول بكأس الجمهورية إن شاء الله تتويجات أخرى في المواسم الأخرى بالنسبة لفريق الأمن الوطني بالنسبة لكل الفرق الوطنية إذن شكرا على الاستجابة لهذه الدعوة نهنئك مرة أخرى بهذه الكأس المتواجدة أمامنا في هذه اللحظات إذن كان هذا كل ما لدينا في الجولة الرياضية لهذه 90 دقيقة من الأخبار شكرا على المتابعة وعود إليك بلاد شكرا لك حسام شكرا لديك لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية